ايه زيكم عاملين ايه ربكم بخير النهاردة جايلكو فيديو جديد ان شاء الله كده يا رب ينول اعجبكم وتعالوا بقى نبتدي كده نعمل الفطار مع بعض والريتيني ومشجع بتاع البت ففة اللي انتو بتحبوها تنسوش اللايك بقى حبايبي كده وما تنسوش الكومنت اللي بيساعد قلبي ربنا يا ساعد قلوبك يا رب يا ففة صوتك حلوة كده ورنشي مزاقطاتها النهاردة يعني مالك يا بيتش ففة بصوا مبسوطة جدا من الكومنتات بتاعكم الجميلة وانا سعيد انا سامي نفسي سعيدة اللي من دول بحبكو جدا ربنا يخليكو لي يا رب الحمد لله حمدك واشكرك يا رب بابا ببسوطة اني بلاقي ناس كتير فاهماني يعني الحمد لله المهم بقى كده طبعا بحبكم في الله وربنا يخليكو لي يا رب عشان الناس اللي ما بتنساش اللايك ما بعد فاهمكم كتير يا جماعة ان اللايك هو المهم اللايك اللي بيرفع الفيديو فبقى لقيكم وحاطين فعلى اللايكات حلوة فانا برضو حب ان انا اشكركم اه وشكر الله سعيكم ما نجلكم مش في حاجة وحشة وانتا عاملين النهاردة مالك يا بيت يا بفة مش عافي اختي في الشاتي عيمة فربنا يستورها انتا عارفين بقى لما بنتحق كتير نقول ايه ربنا يستور المهم بقى ايه كان عندي كده الكريبي دوت في الفريزر وقلت كفية عليه كده شايفين انا بلمه بالعافية عمال يتفتح مني وعمال اعمله سنكوشتات بالعافية فعيالي بقى طلبوا مني كده حمرت لهم بطاطس وجبت كده جبنة وقلت اعمل بطاطس على رشة جبنة واعمل لهم كده كم سندوتش كده في الفطار واخلص منهم لاني بجد ما بيعودش مروش روح يعني الكريبي ده هنا بقى قلت حمره لهم كده وعملت لهم كده فطار خفيفة انا مكلت حاجة بسيطة او انا اه وقلت بقى خلاص شاين اقوم اشوف شغلي عيابت يا فوف الروتين بتاعيك النهاردة لأ ما قولك ايش انا محدش يتوقعني قمت اختي بجرد للمية وجريت في الشقة والجدع يلحقني اه واللي يعرف يوقفني اللي يعرف يوقفني يفرجني هو ده يفرجني اهو معليني تركزيش ما تهيسيش اختك رايحة منها اليومندو والله العظيم الجو كان حري جدا وانا كنت عايزة اكنس بالمكنسة كده او بالمقاش عادي فهواريكو بقى الجنينة اللي قمت علي بقى الدنيا طبعا خفيفة برا وانا عشان مش فرش السجاد فتلاقيين موضوع علي سهل بقى ان ايه كل شوية اشطف الارضية بمية احسن يعني كمان عشان عندي السراميك سخن جدا يعني انا والله العظيم هتشوفوا مية يعني شطفت بمية قد ايه وفي الاخر تحس برضك السراميك ملهلب سخن ملهلب والله العظيم زي يقول لكم كده فقلت لا علي وعلى اعدائي انا هفضل روش اه والجدع يوقفني بقى فهواريكو بقى روتين خفيف زريف كده اه اجبوا معلين هو كده ده بقى كان الفطار وخلاص طبعا لسه في وك بتغدى معيكو وانزبط الدنيا هو روتين امر امر من اول الفطار اه لحد الغدى طبعا الكهربا جننتني شوية كلما توقف يعني الكهربا يقطعوها ويرجعوا يشغالوها تاني اختكو تعود وترجع تشتغل تاني فحاجة ملل اه والله العظيم اه كنت مرتبة بقى الامطرية ومرطبة الدنيا انتو طبعا قلتولي يا وفاق نزلي الكرسيين اه مع الامطرية عشان كلهم يبقوا مع بعض كده ده امطرية كامل مع بعض ففعلا يعني وجهة نظرك وتلاقيت صح فانا قلتها مش واروق نزلت الكرسيين تحت اهو ورجعت الجزامة فوق وقلتلي يا وفاق حطي البتاع دي اسمها ايه الحافزة حطتها بالطول اه زي ما انت حطت تاني ولا بالعرض المهم من الاتنين يبقوا زي بعض يعني فبردك لقيت وجهة نظرك وصحا ما كنت شو ايه باخدى بالي من الحتة دي فقلت لا والله ما زعله ما انا هشته في الارضية النهاردة وهديها يلا يا بيت يا فوف طبعا بشراب ست قطاطة اللي انا راح جاية بيدا اللي بخدوك بيه في الورتينات فقلت يلا يا بيت يا فوف اول انا عايز اقول لكم ان انا قطعت الشرابات بتاعت ابو الزياد يا البمو يا البمو يا حبيبي يا جوزي يا البمك يا البمك سيبونا عندي بشوية فالراجل بخبي مني كم شراب عشان يعني يتبهى بيه شوية في استصحاب ما فيش ولا شراب سيبا اقوله في حينه اعمل يعني ما عنديش شرابات اللي هي الطويلة ديت فبقول بقى خلاص اي شراب يعني انا عادي ممكن البس كلسون في رجلي مش هيهمني مون مستور رجلي جد عين واختوكو لازم انت تسيطر فممرمت الشرابات بتاعتو يا قلبي بس مش قادر يتكلم بيقول مراتي بتسطر نفسها يعني اقول لها لأ يعني مش قادر يتكلم يا حول الله يا رب لا اله الا الله هنا بقى ايه مسكت الارضية كلها كده بالمية وانا كده كده زي ما قلت لكم انت عايزك نصها فاستغلت الفرصة لكن الامتري والكنب مترتب الدنيا تمام انا بس ايه يعني زبطتوا كده قبل ما ابتدي افتح الفيديو قلت هي الارضية اللي همسح معيكو الدنيا بقى سهلة علي عشان مش حط سجاد يعني كل شوية تلاقيني جايبة جردالين مية وطوحهم هنا كده وخلاص على كده طبعا بقى ايه عملت اللي انت وقلتولي عليه النهاردة وقلت اعمل غدا بقى عشان ابو ازياد وكده يلا يا بيت يا ففتي ايوة كده يلا يا بيت شجعي كده حبيبك كده وجرايبينك ومعجبينك انت مشهورة متقلقة جدا ايوة انا سنت مشهورة متقلقة جدا كده في نفسي كده هو كده الله عليك يا بيت يا ففتي حسوا بقى ايه بعد ما بشتف الارضية كده انا بحس براحة نفسية عوى الله العظيم طبعا بقى ايه انا المكان اللي فوق ده خلاص كده شطفت تحت الكنب وشطفت السرامي كله بالمية قلت برضك ايه انا اشفه كده بالشرشوبة آآ علشان آآ اللهم صلى على النبي يا رب آآ تنشف بسرعة عشان هفرش يعني الدنيا ريئة وهفرش على طول يهو بحب اطكن في عمل بتو عارفيني بتو عارفيني بامش احدسكم كتير عن نفس يعني جيت هنا بقى كده برضو في الصالة يلا يا بيت يا فوف الله العظيم يا جماعة شوف انا لسه مسح معك وريب يعني اطوح المية تحت الكنب بتطلع لي حاجات اللي هو زي ايه مش عارف اقولكو زي ايه كده يعني اكنك مش مسح مش عارف الصراميك ده بيلمي اللمي دوت امتى مش فاهمة حاجة انا مش فاهمة حاجة يا جماعة والبتاع ده النمل النمل عامل لي بيت بيت كده رمل في كل حتة يعني كل ما روش مية لاقي رمل اقدي كده طلع لي يعني انا مش عارفة اه يعني هو بيجيب الرمل ده امتى عمل الكلام ده امتى انا معرفش حول رمل احنا هنبني احنا هناخد الرمل ده نبني بيه بعد كده احنا هنتاجر اللي النمل يحوش واحنا ناخد من وراء حلوتك يا بيت بشراب ست اطاة ده الله ينور عليك يا بيت معلش جماعة تحب تسطر نفسها على رأيكك ليش يا ميعة مسكتب عشان كنده شكلها لدغة في الريه مسكت عشان لسه مكتشفين الحتة ده عاصل يعني ما تيجي تقول لي تامر يا تامر لا بتقول يا تامر يعني يا رب يد ايه يا بنت كنت لدغة امتى احنا لسه مكتشفين الموضوع ده اول عيلة عندي هي تطلع لدغة كده عيلة عندي اد اول عيلة في العيلة او لكن عيلة بابوها في عندهم او في عندهم حد قلدغ في الريه او كزا حد كمان يعني فبقول له بقى ايه ده وراسة ده ولا ايه بس سكر سكر ويلدغة في الريه يعني بحب اول اللي بيقول لدغين في الريه يعني تحس ترقيتهم كده عاصل هم بيتكلمون فشوفوا ربنا ما حرميش من حاجة خالص فطول ما احنا عاديين بقى عملين ايه كل شوية ايه اا يكن ده اقول كزا يعني حاجة بحار في الريه عشان نشوفها فعلا اكيد ولا ولا لسه مثلا بتطلق بطء او بتقول حرف غير الحرف كده لأ حسنان هي فعلا لدغة في الريه فالعيل بقى اخدوها بقى عملين ايه هزروا كده وكل شوية قولوا لها بقى فقلت له مسكتة عشان ما نبقاش ايه بنتنمر عليها ومع الوقت تزعل او تدعي يعني تفهم غلط عشان دي دناي التوقم روحي دي اهو عملت هنا الحفزة زي ما انتو قلتولي مش انتو قلتولي اعمليها كده عشان تعرفوا بس ان انا بحبكو ازاي وبصي اصلا انا بحب النصيحة اللي بتكون باحترام يعني فيه ناس تيجي مثلا تقولي يا جماعة حاجة بيقلت زوق بيخلوني اعند معيهم او الله العظيم لكن شوفوا لما الناس اللي بتتكلم بزوق بتخليني اقوم اعمل ليه بتقول عليه على طول على طول حبيبي حبيبي وقلبي وروحي خمسة موها عليكم بستة فيفي عبدو ما علينا هو ده ففعلا طلع عندكو حق وروحت اقالي ايه اما اعمل بقى زي ما حبيبي بقاله كده قلت اصحية انت كان فين دماغي كابت يا وفي فين دماغيك فين عبقرينه اللي جواكي كان فين في الوقت ده فاسعب بتوقف سعب بتوقف معي معلش جمعه زبطت بقى الارضية وطبعا انتو عارفين كالعادة يعني كل شوية عايزين نروح نلمع ازا كان حاجة زي كده فوق حاجة زي كده ازا كان ترابيزة اه على طول تلاقي التراب يعني انا عامة ازا كان ترابيزة او حاجة زي كده مسلا عالية بلمحها على بالليل حط يدك تلاقي تراب والله العظيم سيبقى لكم كده تبقى مش في ايه جو بقى جو تلوس والمقربات والجرسيم وجو اللي احنا في ده دكتورة في نفسك يا بيت شوفيه حلوة جرسيم دي يا جماعة جرسيم دكتورة يا بيت شوفاي في طريقتك خسرتك يا بيت خسرتكزبطت بقى الزبيت كده وهنا برضو اللهمع الشاشة يا ملهاش نفس احب في البيت وفي واقضي يا جماعة بحب في البيت ووفاي دي مش عافية او انا بقى مدل قدام ليو او انا بقولو وفverage ده ما تعاموش بحبي في البيت ووفاي ديت ان بتحب تتكن في عملها يعني عشان تبقوا عارفين. ما ليه? بص بقى بوريكوا الشكل النهائي كده. اهو. اخت عز تراميك بيبرق. بيبرق. اه والله. الحاجة تفتح النفس صح? نظافة. النظافة حلوة. خلاص? خلصنا بقى الدنيا ديت. وهنا ببص لقيت البت كوكة عدا على جنبي. بحب اتفرج على اللعب اللي هي بايه بتلعب? بحب ان انا اتفرج عليها يعني ما كانتش واخد بالها. ببص لقيتني وقفالها. يما عايز تقول لي يما في ايه? بص بعد دخلت كده على المطبخ. المطبخ برضو مروائي وغسل الموعين وكل حاجة. بس برضك ايه? حتى كانست والله مع نفسي. قلت بس هلمعي الارضية. آآ لاني طبعا مش حطى المشاك كبيرة. فمجرد ما بخسل شوية موعين. اي ميا اي حاجة بتتنطور بني ايه من الحوض. فانا بحب الدنيا بكون حواليا كده بتزيق. النظاف النظافة بتريحني جدا. يعني نفسيتي بيكون النفسوية عندي بتبقى تمامي يعني ما قولك ايش. في تشوبر يا جماعة سرقت مني كلمة نفسويا برضو. فعايزك تروح وتقول لها آآ عيبة عليك وفاء اللي قيلة الكلمة دي من قبليك واحنا شاهدين على كده. يعني كون لما اقول كلمة ابوص يتيجي مثلا فيديو لعب المصادفة اكون مثلا بتفرج عليها لها بتقول زي بالزبط. فآآ انت الشطار بس تقول لي يا وفاء انت بتقلدي مش عارف مين ها? الناس اللي قلت كده ها? هلفوا واجلكوا وعضوكم من ودنكم. هو كده من ودنكم. فلاقيتها بتقول نفسويا دي ونفس بتاعتي تسرقت. انا تسرقت. انا مش بسامحة فيها. بس يلا. يالش مهم. نعيش ونتقلد. لكن احنا ما نقلتش حبابتي ها? ياللي كتبت كده عبل كده. طبعا بقى خليت الريسيبشن جوه فلة. والدنيا فلة والمطبخ متلمع والمواعين. آآ ما فيش ولا معلقة في الحود. وقلت بص بقى انا الحماس وخدمت. قومي يا بنت كمان ايه? شطابي كده على السلم اللي مبينضفش في يوم ولا في سنة وده. طبعا شفتوا التراب كان قدامي الباب قد ايه? فانا ما بحبش كده. تعارفين عني كده. آآ وبعد كده قلت في الاخر بقى ادخل عامل معاكم الغدا كده ونزبط الدنيا مع بعض يعني. لما بيت بقى كل الترابة وتلقيت شلت الجروف والمقشة وخدت الجردلي والشرشوبة بتاعت السلم. بص يا جماعة انا عاملة الشرشوبة دي للسلم. الشرشوبة دي نضيفة. يعني دي مجرد ما بمسح بها السلم بتتغسل وتتحطي تتهوى. آآ لكن هي لونها جنزاري. هي في الحقيقة لونها جنزاري. لكن بصوا انا بمسح بيها انتو تديها لون مش عارفة. لون ما يعلم بله رب فهي بصو بتتقطع واحدة واحدة اصلا خلاص. آآ يعني خلاص ادمت فبتتقطع. فانا هجيب اخرها وهجيب واحدة تاني. يا لونها جنزاري بس في التصوير تحس لونها اسمر مش جنزاري. كده يعني. يعني فمنحب نوضح مرضوش الناس ايه? تقصش علينا كده ولا كده? في العقد احنا نضيف جدا يعني ما قليكيش. خليت بقى السلم امر كده ودام الباب يشف ويرف وبيت ففة كده مرتاحة نفسيا. انا اصلا عايز اقول لكم ان انا من ساعة ما عملت معيكو المطبخ بتاعي. فاكرين لما عملتولكو على فيديوين. انا مليوم ده وانا مرتاحة نفسيا. لاني كان شكل المطبخ من جوة وكان شكل الشفاط. متعرفوش يا جماعة كم يدايقني يا ادي ايه? ما بيكوني خلاص عودتي نفسك على حاجة. بيصعب عليكي نفسك مثلا لو الحاجة دي متبهدلة وانتي مش قادرة تعملها لقدر ولا. هنا بقى بعدت جيت كده شوية حاجات الوزوم الصهرة. كان نفسي في السوداني وانا مبطلة بقى كتير لان الحاجات دي كلها بتتخل. فالنهاردة لا قلت لا انا مش كده. مش كده انا بين ادماية. تسوبوني ادوني فرصة شوية. كان نفسي في السوداني جدا. فدخلت على اللب ده واللب ده. آآ برضو جبنا عينب كده. العينب الاحمركة ده انا بحبه جدا فيه سكر كده عسل. آآ قلت برضك اخسله كده وزبطه. وبعد كده اللهم صلى على النبي بقى نعمل الغدا كده مع بعض. انا كنت ايه من ساعة ما جي العينب ده وانا مبوشة كده في المياه ان لو في حاجة تنزل منه عبال ما جيه اشطفه بقى الشطفة المتينة بتاعتي. شفت بقى الحض ريء والدنيا ريء او يعني خلصت معاكم الفطار. آآ عملت كباية قهوة وروح تدخلها بقى مش الطبق ايه? الموعين والمضبخ. خليته بس على ايه مسحة الارضية زي ما عملت معاكم. غسلت بقى العينب غسلة حلوة. شلت كده اللي في الحوض. وهنا كنت اللهم صلى على النبي يا رب البني ده. انا كنت مفرزة معاكم. يعني غسلية وزي الفل. آآ فهنا بقى انا ايه? حطيت اتنين من البيض. وقلت هادرة بكم بصلية كده في الكبه. لاني مش قادرة ان انا بشورها على قدية خالص. وكمان انا عايز اعمل شوية بصل كده محترمين. حبيبتي اللي قالتلي يا وفاق لما يفيد بصمات ويفيد خلطة من بتاعة البني اعمل لهم كده ايه? آآ بتاع دوت للعيال. حمريهم كده للعيال. فعلا انا بعمل كده زي ما انت بتقول لي فعلا بتبقى تحفة جميلة جدا. بس ساعة العbirds مستعجلة امقية مكبرة دماغي. اقل البنية واقول خلص مش اشكال دول. بس والله فعلا حلوين. يعني ممكن اقطع اخر حتة بني كده قطعة صغيرة على التدبلة اللي بتفيدوا اقرصها كده عاملة ايه? كفتة كده. او زي مسلا اه قرص يطعمية كده بتطلع حفيان. هنا بقى حطيت بيض وحطيت بصل كده ايه فرمت وفرما كده محترمة. وروحت كده ايه قلت دبل بقى البنية. حطيت فلفل اسود. حطيت بغارات. انا طلقت برة عشان اسجل الفيديو لان كنت مفتص في القودة بالبطيل. انا بقعد في القودة اسجل الفيديو عشان الصوت. فكده كده كنده تفشت يعني. ببقى اخد اهوه زياد ونزده شوية. فقلت بقى اسجل الفيديو بسرعة رغمني يا جماعة. صوت الشارع يعني عشان اخرج اسجلكو في الصالة جنب الشباك. صوت الشارع صعب يعني. يا ربنا يلطف فينا. خرجنا من المكان ده على خير. دخلت بقى البنية دوت شوية كده في الثلاجة. آآ قلت بقى ايه اشرب من التدبيلة شوية عمال مزبط الدنيا ديت. وانتم خرجت طماطم ديت من الفريزر عشان آآ اعمل شوية مكارونا كده حلوين معيكو. اهو. قلت بقى اضربها الدربة الماتينة دي. وانعمل شوية ايه? آآ مكارونا كده التامية. شل الخلاط على طول كده. وإلا بقى الخلاط بتاعت مسلا اللي هو المطور ده. لو في حاجة وقت ولا حاجة كده علشان ان انا بشوف ناس ينهر ابيض. شكل المطور بتاع الخلاط ده اللي هو مش عافل الكطع اللي هي ايه? اللي تحت دي اللي بتشغل الخلاط يعني. بيبقى شكلها استغفر عظيم يا رب. فلو بتلمعيه اول بول. يعني مسلا واع شاية طماطم ايديك مسلا بهدلته ولا حاجة. يفضل نديف زي الفل. حكتك اول بول كده من نظافة. طبعا بشكر حبيبتي اللي دخلت على الفيديو. انا كنت اول مرة اشوفي الكومنت بتاعها الفيديو اللي عادة. ما عرفش يا معاها بقى معايا قصدي بقى لها كتير. انا مالي مع معاها كتير كده. ما عرفش يا معايا بقى لها كتير. او ام يعني جديدة معايا ولا قديمة معايا. بس كنت اول مرة اشوفي الكومنت بتاحها بتقول لي ما شاء الله يا وفاق مطبخك نضيف. وحكتك ميت ترتبة. ده كله من زوءك والله يعني عصر وحياة ربنا في ناس كده. كتير منكم والله يكتبوا كومنتات كده تسعد القلب وتفتح النفس كده. فربنا يكبر بخاطركو يا رب والله زي ما بتكبروا بخاطر كده اللي قدامكو فعلا. بمي بقى ايه? تعالوا يلا نعمل الغداء الحلو ده انا كل شوية عايز اقول لك انا مش عافة اسجل الفيديو كويس يجيلي تليفون. اروح ارد. هرجع اكمل الفيديو ان انسى كنت بقول لكو ايه اسيسا. فانتو شايفين بقى الفيديو. لو كنت انا اطلع بطف اثناء التسجيل ولا حاجة. حلوة اثناء التسجيل دي الدكتورة. بقول لكو دكتورة في نفسي. وبص بقى التسبيكة بتاعية المكارونة بقى كده قلت اصبك لها. حطيت كده معلقة اه بتاع دوت اه ماجي. اه مرقة الدجاج يعني. وحطيت بقى التوابل بتاعتي والملح. عايزة منا بترموني الملح ده ومكسلة. نخراش علينا. نعمل حاجات كتير ونجي في الهايفة ونكسل. والله بقى اليومين عمال اقول هملاك. هملاك. بص بقى حطيت شوية زيت على شوية ملح. وقلت اسلق بقى المكارونة. آآ كنت مطلعة مكارونة ازبكت كده لها لمتنا دي وانتو عارفيني. انا بعمل لها دعاية يا جامعة. كلما اجي اعمل اكل بمكارونة لمتنا دي اتقولكو جميلة جدا. هنا بقى قلت ادبل البنية وفي حد قبل كده فيكو استغرب لقالي وفا انت بتحط دقيق ونشا وبصمات والدبلي بالبنية. طب حلو كده ببقى طعم حلو. اه والله عظيم ده طعم مخرافة يعني ده طحفة. بص تحس حطة البنية كده بتديك كمية حلوة وبتشبعك كده. آآ لما بحط تلات الحاجات تلات حاجات دول مع بعض اللي هو شوية نشا شوية دقيق وشوية البصمات. وبحط بص التوابل بقى اللي احنا بنحطها بهرات فلفل آآ وشوية ملح. بس ما تحدقش بقى الدنيا عشان طبع احنا محيقين البنية نفسه كده. انا عايز اقولك قطعة البنية بتطلع حلوة جدا كده وبتشبع وتحس ان هي ايه مليانة كده وجميلة يعني. هنا بقى انا سيبت البنية شوية عبال ما لفت لفتي وعملت الحبة الحبشتة كانت اللي انتم ايه شفتوهم دول. وقلت هنا دبل البنية الامر ده اهو. دبل كده وزبطه بحب ان يعني ابضره كله كده وبعد كده ابتدي بقى ايه? آآ احمره بقى. انا حمرت شوية بطاطس برضو الاول تاني. كان فاضل شوية بطاطس صغيرين من الفطار. وروحت امطلع برضو شوية كده صغيرين تاني. قلت ايه يعني العالة بتحب البطاطس في الجنب البنية برضو كده. عملت لهم هوا كل اللي نفسهم فيه. حمرت بقى البنية خلاص كده. وعملت كام كفتايا كده امرهو. بالتدبيلة اللي فاضت. وده وات كان الفيديو بتاعنا النهاردة. يارب بيكون عجبكم. استنيوا اللايك والكومنت وهعد رد على تعليقاتكم الجميلة. وقول لكم مع الف سلامة. واستنظروا ان شاء الله فيديو جديد.